نفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص استأجر محلا تجاريا من المالك فاشترط عليه شخص استأجر محلا تجاريا فاشترط عليه المالك أنه إذا أراد المستأجر أن يقبل محله ويعطيه لشخص آخر فإنه يأخذ من مبلغ التقبيل عشرة بالمئة فوافق فهل يجوز مثل هذا الشر؟ إذا تمت مدة المستاجر فليس له حق في المكان يأخذ قسره يمشي إلا إن يستاجره مدة ثانية ولا يقبل ولا شيء انتهت مدته أما إذا كان باقي له مدة له يأجرها يأجر بقية مدة وإذا تمت ما للشيء نعم